بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الصانوشات في المنام. هنعرف اهم التفسيرات المتعلقة اه بيها وكمان هنعرف امتى بتكون رؤيتها اه محمودة او امتى بتكون رؤيتها غير اه محمودة. اولا رؤية الصانوشات اه من الراع الاحيانا بتدل على اه تعرض الرأي لضغوط نفسية او اه لمسئوليات هيتحملها اه ممكن تكون المسئوليات دي من اجل الرزق. اه كمان الصانوشات من الراع الاشوية بتدل على استعجال الرأي في طلب حاجة يعني او شيء اه بيتمنى. اه كمان الصانوشات اه احيانا اه لما يشوف الشخص ان هو ماسك في ايده اه صانوشة فمن الراع اللي بتدل على مال. وعلى رزق يمكن هيجي بعد تعب او بعد اه مشقة. كمان الصانوشات اللي ناشفة او لما يشوف انه معاي صانوش ناشف او يابس. فللاسف برضو بتدل على اه مشقة وعلى تعب اه شديد جدا في طلب الرزق. رؤية انه هو بيقسم اه الساندويتش ليه اه جزئين فاحيانا بيدل على شراكة او اه شراكة في عمل او شراكة اه في اه مال. اه كمان رؤية الساندويتش المقسوم برضو من الرأي اللي بتدل على تخول الرأي في عمل جديد او في مشروع جديد او في شراكة اه جديدة. تحضير الساندويتشات كمان بشارة بتيسير في امور الرأي وكمان سداد اه اه ديون او سداد حاجة كان اه يعني اه بيتمنيه. برضو اه رؤية تحضير الساندويتشات في الفرن بشارة برضو بسعادة وساعة في الرزق وتحسن في مستوى المعيشة للرأي. لما يشوف انه بيحضر الخبز اه بتاع الساندويتشات فمن الرأي اللي بتدل على قضاء حاجة كان بيتمنيها الرأي. لما يشوف انه فتح مطعم ساندويتشات اه فبشارة بسروة وبريزق وبمال اه وفير. اه لما يشوف انه هو نفسه اللي دخل اه محل لي الساندويتشات فاحياناً بتدل على دخوله في اه مشروع جديد. اه ممكن المشروع ده شوية هيطلب هيطلب منه او هيكون عايز اه مجهود اكتر او اه عمل اكتر عشان اه ينجح. اه كمان اكل الساندويتشات. لما يشوف الشخص انه بياكل ساندويتش فاحياناً بيدل على رزق. ولكن ممكن تكون الرزق شوية اه قليل. اه اما لما يشوف انه بياكل ساندويتشات كتير فاحياناً بيدل على مال اه كتير هيحصل عليه ولدرجة انه هيتخر اه منه. اه اه اكل الساندويتشات كانت يعني لما يشوف انه بياكل ساندويتش وكان طعمه حلو قوي. فبرده بشارة بالفرج وبتيسير فيه الامور وبصلاح اه فيه احوال الرأي. اما العكس لما يشوف انه هو بياكل اه اه ساندويتشات ولقاها طعمها شوية مالح فللأسف بتدل على حزن او على متاعب اه ممكن يمر بيها الرأي. لما يشوف انه هو في البيت بتاعه وانه هو بياكل الساندويتشات هناك. اه فبرده من الرأي اللي اه شوية بتدل على اه انه هو اه بيحاول انه يتخلص من هموم او يتخلص اه من مشكلة او من ازمات مالية او من ضقيقة في الرزق. كمان اكل الساندويتشات فيه المطعم بشارة برزق وبشارة بمال هيجي اه من ورا اه عمله او من ورا شغله. كمان اكل ساندويتشات البطاطس اه من الرأي اللي بدل على رزق. ولكن شوية ممكن يكون الرزق ده اه قليل ولكن هيكون اه يعني هيحصل عليه بسهولة. لما يشوف الشخص انه بياكل ساندويتشات الكبدة فبرده من الرأي اللي بتدل على اه قوة وعلى رزق وعلى منفع اه هيحصل عليها الرأي. لما بيشوف انه هو بيتناول ساندويتشات فيها اه فراخ او فيها دجاج. فبرده بشارة بحصوله على رزق ولكن الرزق ده هيكون شوية بعد تعب او بعد اه مشقة. اه كمان ساندويتشات الدجاج ويشوفوا انها طعمها حلو اه اه وكان يعني مبسوط ان هو بيتناولها. فبشارة ليه برزق وبمال اه هيحصل عليه كمان تيسير في اموره وتحسن في احواله المعيشية اه بشكل عام. رؤية الفراخ المقلية احيانا شوية بتدل على اه اه زوال متاعب او خلاص الشخص من اه مشاكل. اما رؤية اكل الفراخ او الدجاج ويشوف ان هي كانت فزدة او طعمها غير اه مستحب فلالاسف بتدل على اه خداع اه خداعه للاخرين او ظلمه لشخص اه اه قريب منه. كمان اكل ساندويتشات اه الدجاج اه ويلاقيها انها طعمها اه حلو احيانا اه لو كان هو اه يعني فيه حد اخد حق من حقوقه فمن الرأي اللي بتدل على استرداد الحق ده. اه كمان اكل ساندويتشات الفول والفلافل. اه برضو لما يشوف الشخص انه بيتناولها احيانا بيدل على معاناة او صعوبة شوية في انه يحصل على رزق او يحصل على مال. كمان ساندويتشات الفلافل من الرأي اللي بتدل على مال ولكن مال هيجي بعد مشقة او بعد اه تعب. اه لما يشوف انه بيتناول اه ساندويتشات الفلافل دي ويلاقيها انها طعمها شوية حارة فده رزق. والرزق ده للأسف هيجي من مصدر شوية اه مشبوه. كمان اه ساندويتشات الفلافل احيانا لما يشوف انه هو بيشتريها فاحيان بيدل على دخوله في المشروع ولكن المشروع ده للأسف هيكون اه يعني هيتسبب فيه خسارة مادية اه للرأي. اه لما يشوف انه هو بيحضر الساندويتشات دي في البيت بيشوف انه بيحضر اه ساندويتشات الفلافل دي في البيت فاحيانا بيدل على مشاكل او خلافات او نزاع عائلي. دوزيع الساندويتشات في الشارع احيانا بيدل على آآ تقديم مساعدة لآآ شخص على اعمال صالحة هو بيقوم آآ بيها. آآ كمان آآ لما يشوف الشخص انه آآ يعني معاي ساندويتشات ولكن الساندويتشات دي تلفة او فازدة فبرضو من الرؤى اللي بتدل على دي الحال وعلى آآ كله في الرزق وكمان احيانا بتدل على معاناة. آآ ساندويتشات الشاورمة من الرؤى اللي بتدل على سعادة وكمان على فرحة وعلى منفع هيحصل عليها الرأي. آآ دا كتاب اختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الساندويتشات آآ في المنام بشكل عام. اتكلمنا عنها آآ وارفنا امتى بتكون رؤيتها محمودة امتى بتكون رؤيتها غير محمودة آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله هردت عليكم. بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.